في عالم يتأنث يوما بعد يوم ما زال للأشناب اهتمامات وهوايات يهتمون بها تليق بهم يشاركونها يتنافسون فيها مثل الرماية الأسلحة الفروسية المسابيح القتال والأنصال أو السكاكين كيف يمكن أن يكون لهذه الأدات البسيطة حوات عاشقين مغرمين مجانين في حبها ليشحن الأولى كعرب وخصوصا في الجزيرة العربية بهذا الهواية وبالاهتمام بها كيف وصلت بعض أسعارها إلى الملايين من شدة غرام أهلها بها عمرك سمعت ببطولات وأوسكار للسكاكين أو الأنصال واشتفسيرا في سكين تقص الحديد وسكين تقص الورق وسكين تشيل الشعر كل هذا يكون موضوع هوايتنا لهذا اليوم في هذا المقطع خلي أبدأ لك أول شيء ليش حنة أولى وأحرى بالاهتمام بهذه الهواية لن تجي الدولة في العالم علمها سيف وشعارها الرسمي سيفين ونخلة ولبسها الرسمي في مناسباتها إما خنجر أو سيف وفي الاحتفالات ومن ثقافة شعبها برقصاتهم الشعبية وجود السيوف نجيت لجنوب الجزيرة العربية تلقى الجنابي والخناجر ونرحت شمالها تلقى الشباري ونجيت النجد تجدها منتشرة وفي كل منطقة تصميم خاص بها نجيت العمان نجيت للبحرين نجيت يا رجل البحرين وعمان زي رؤسائها الرسمي يلبسونها في الاستقبالات الرسمية أنصال لذلك حن الأولى والأجدر للاهتمام بهذه الهواية إلا أن المحزن أنه تأسست أول جمعية لهواة السكاكين في أمريكا عام 1900 تخيل معي واربعين حوالي ثمانين أو خمسة وثمانين سنة تأسست رسمين ومن هذه الجمعية انطلقت عشرات الفعاليات والمجلات والمنتديات والأندية كلهم مهتمين بشيء واحد هواية السكاكين اقتناء السكاكين التنافس في السكاكين يتنافسون في تصنيعها في تصميمها في معادنها في مقابضها في استخدامها في اختبارها حتى أن في بطولات رسمية لاستخدام السكاكين وحتى أن في شيء يسمى بليد سبورتس أو مسابقات الأنصال أو رياضات الأنصال فمثلا من أشهر المجلات بليد مجازين ومن أشهر المعارض التي تقام سنويا وعليها أقبال مرعب بليد شو بليد شو من 1982 يقام هذا المعرض يكون فيه لجنة تحكيم تحكم لحوالي ألف عارض يعرضون سكاكين وتصاميم وسيوف في آخر المعرض يقام حفل مثل حفل الأسكار لتكريم أفضل مصمم سكين تكتكية لأفضل مصمم سكين رحلات لأفضل مصمم حديد دمشقي نعم حديد دمشقي لها تصاميم خاصة لأفضل شركة قامت بإنتاج تصميم سكين معين وفي ذلك يتنافس المصممين والمصنعين للحصول على أكثر السكاكين إبداعا سواء في الميكينيكية سواء في القصة في الحدة في شتى المجالات لذلك مو بس بليد شو هذا بليد شو في أمريكا يقام في أوروبا معارض ويقام في روسيا معارض ويقام في اليابان معارض في كل مكان تقام معارض مختصة لهواة هذه الرياضة أو هذه الهواية الجميلة جدا ليش هالهوس؟ ليش هالحب؟ ليش هالغرام؟ أتسأل المحب ليش يحب؟ وله بس يحبون السكاكين يحبون السكاكين والسيوف وفي ثقافة كاملة تعرف معي عليها اسمها ثقافة الـ EDC أو الـ Everyday Carry كل شي تشيله في جيبك لازم يكون فاخر على الآخر سواء كانت سبحة مثل سبحتي هذه مكتبية عرق أحمر هذه من أجمل ألوان المسابيح وبخصص يوم لهواية أشناب ثانية هواية المسابيح سواء قلم تكتيكي قلم مبتكتيكي ساعة منديل كشاف كل هذه مسدس كل هذه تخضع تحت مفهوم كامل اسمها الـ EDC أو الـ Everyday Carry ومنه تجد أكبر الهاشتاغات وأشهرها هاشتاغ الـ EDC ومشتقاته EDC Knife EDC Pen EDC مسباحة هذه عندنا EDC Picture تلقى كثير من الهاشتاغات كلها EDC لناس مهووسين معجبين مستنسين بهواية أو بمقتنياتهم حتى النظارة من ضمن الـ EDC طيب حين عرفنا هوسكم وجنونكم يهوة السكاكين وهوة الأنصال بالسكاكين لكن الناس مش تجمعون وش نوع السكاكين وش نوع السكاكين اللي عندكم بعض الناس يحب السكاكين المطوية حقت الحمل اليومي اللي تنطوى مثل كذا وبعض الناس يحب السكاكين تكون أنصال ثابتة إما الرحلات أو غيرها وبعض الناس يقول لا يا حبيبي جوكم العنيف هذا أنا ما أحبه أنا إنسان طباخ أبي السكين تقص الطماطة بالهواء ولا أخف ولا أنعم مثل هالشن اليابانية الناعمة جدا وبعض الناس يقول لا 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 أنا أبي السكين تحتوي على مواد فاخرة نادرة غريبة مثل بعض الناس يبيقتني شيء من الماموث وبعض الناس يحسبني قد نزلت مقطع عن الماموث يحسبني أكذد شون دي ماموثي أخي الماموث ميت مع الدينوصرات شون يطلع لنا الماموث وإعظام الدينوصرات تجدها اليوم مدفونة في ثلوج سيبيريا وتستخرج وتثبت وتزبط وتستخدمها أنت كهاوي للجمال هاوي للزين وبعض الناس يهوى ويعشق السيوف ويقول أنا أبي اقتني سيف من كل حضارة أبي سيف الفايكينغ وأبي سيف الداو الصيني وأبي سيف التالوار الهندي وأبي سيف الشمشير ومن كل حضارة يجمع له سيف هوايته يا أخي أبسط حقوقه وبعض الناس يقول لا 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 أنا أبي أعلى وأفضل معدن ما تبرد حدته أبي حديد أستخدمه أطول وقت ممكن أبي أجمع أفضل معدن والمعادن بحر ما ينتهي خلطات وتركيبات لو غيرت واحد على الألف من التركيبة تغيرت معك خصائص المعدن كاملة وبعض الناس يقول لا يا حبيبي أنا أبي ميكانيكية غريبة جدا مثل الميكانيكية هذه وبعض الناس يقول أبي سكين قتالية مثلا حقين فنون القتال اللي يستخدمون المخالب هذه مثل السيلات وغيرها فيستخدمون هذه المخالب للقتال ويحب يجمع السككين القتالية لاحظت كمية الخيارات العجيبة اللي موجودة عند الهواة شيء مو بسيط لذلك أنا أتكلم لك بشغف وحب لكل واحدة من هذه الأنصال فمثلا الصيادين الصيادين يحب السككين اللي تكون بمقابض الغزالة الطبيعية مثلا مثل هذه هذه سكين صيد فاخرة جدا طيب كنت اكتشعبت بسطلنا وش الاختلافات وش الفروقات بينهم شف الاختلافات والفروقات نمت من خلال السنوات الطويلة أقدم أداة اختراع على الإنسان وش أول أداة اختراع على الإنسان أول أداة اختراع على الإنسان السكين كان يستخدم السكين من حجر صوان يعني أول أداة اختراعها البشري فعلى الأرض هي السكين تطورت إليه صارت فيها العديد من الاستخدامات فمثلا مثل ما ذكرنا قبل شوي استخدامات طبخ استخدامات قتالية، استخدامات للأخشاب، ناس يحفرون أخشاب استخدامات للحمل اليومي، يفتح كرتون، يقص حبل، يفتح ظرف، يقص ورقة، يقطع ستيك هذه حمل يومي، وفيه اقتناء لمجرد الإبداع الميكانيكي فمثلاً هذه مصممها اسمها سنيكس، اخترع قفل جديد بحيث أنك مجرد تسحب كذا تتقفل معك أنا اقتنيتها فقط لوجود هذا القفل غيري يقتنيها للمعدن، والمعادن مثل ما قلت لك قبل شوي بحر لا ينتهي المعادن إما أن تكون معادن مركبة من معدنين مثل الدمشقي هذا لجمال العروقة ولجمال شكلة أو تكون معادن صافية، والمعدن الصافي أيضاً حسب استخدامك وحسب ما تحب يوجد فيه خلطات فمثلاً حديد الماكسيمت أقصى حديد ممكن وأقوى حديد مهما استخدمت على الحبال وعلى الأنسجة الناعمة ما رح تبرد حدتها بيستمر قطع معك وبعض الناس يقول لا أنا بيطقبها بأقوى شيء ولا تتأثر فمثلاً يستخدم حديد 3V تركيبتهم الكيميائية اثنين يختلفون وأسعار المواد اللي تضاف للحديد غالية جداً من البسيط جداً أن تجد نصر على المقاس الحديد الخيص أرخص أرخص مادة تلقاه الحديد بهالمقاس تلقى النصر فقط بألف وألفين ريال لأن المواد اللي أضيفت إلى الحديد مواد غالية جداً وبعض الناس يبي اسم المصمم شفتوا اللي بعض الناس اللي يشوف الفيلم لأن فيه الممثل الفلاني الحايز على أسكار ايه نعم مثلاً هذه السكين هذه مصممها غوستافو تشتشيني غوستافو تشتشيني هذا برازيلي مبدع حاز على الكثير من الأسكارات في عالم السكاكين وتقنية الفتح حقتها هذه تفتح كذا هذه من تصميم غوستافو أنا بقتني كل مقتنيات غوستافو أو كل تصاميم غوستافو تدري إن بعض المصممين وبعض الصناع علشان تاخذ سكين له تنتظر خمس سنوات غوستافو لو تكلم اليوم ما يعطيك سكين لذلك تروح لشركة مثل وي تقول لهم أنتم خدتوا رخصة من غوستافو إنه يصمم تصاميمكم خلي بشتريها منكم فتاخذ من تصميم غوستافو مثلا أبو مساعد صمم هذه الشبرية الجميلة واقتبسها من الثقافة العربية بيعت كل الكمية في ثلاث دقائق هذه الرقمها كم؟ هذه الرقمها واحد حقتي فعلى ذلك عالم السكاكين وعالم هذه الهواية الجميلة عالم متشعب كبير يتبادر إلى ذهنك هذا السؤال شلون أدخلها العالم؟ شلون أدخل ما تحسب؟ شلون أدخل ما أتوه؟ وشلون استمتعبة؟ شف عندي لك تقريبا خمس نصائح علشان تدخلها العالم وسع اطلاعك بأكبر قدر ممكن علشان تعرف وش تحب هذه النصيحة الأولى شفوا شن تحب هل تحب الأنصالة الثابت؟ هل تحب المطويات؟ هل تحب السيوف؟ واحد شفوا ش تحب بزيادة الاطلاع النصيحة الثانية خذ الزين من أول شي لا تاخذ شيء شين يكررك في الهواية لا تاخذ شيء شين إذا تعمقت في الهواية تعافى خذ الزين من البداية حتى وما كان غالي خذ الزين من البداية ثلاثة علشان تستمتع بالهواية شاركها شاركها حط لك حساب خاص بالسكاكين ونزل سكاكينك فيه واكتب هاوي سكاكين على فكرة أنا أسست هاشتاغ هاوي سكاكين في الإستجرام وصاروا الشباب ينزلون فيه ويتابعونه ويكثرون فيه محتوى حط لك هاشتاغ هاوي هاوي سكاكين وشارك فيه الناس شف المهتمين بهالمجال النصيحة الرابعة تابع العالم المهتمين بالسكاكين تابع مجلة بلايد ماجازين تابع مجلات المهتمة بالسكاكين تابع اللي عندهم قنوات خاصة بتغطية السكاكين شف الجديد فيه يزيد طلاعك يزيد حبك يصير جزء من يومك للناس أن يوم تناظر المبارات وتحليل المبارات وهوشات المحللين للمبارات وأخبار رؤساء لأنهم مهتمين بالكورة فيتابعون كل شيء وراها تابع الأشياء اللي وراها تستمتع أيضا النصيحة الخامسة هو الأخيرة وهي مرتبطة بكل الهوايات ترانا اليوم في عالم الهوايات عموما الواحد اللي صار عنده هواية هي يستحي ولي علمها حادي ويسويها بالدس ليش يا حبيبي استانس ومبسط ولا تستحي من أحد قبل يومين أشوف لقاء الدكتور الظاهر الدكتور أو طبيب نفسي ويقول أنه هواية جمع السكاكين يا حبيبي أنا طالع لك الحين عندي اليوم ونصورها عندنا 650 ألف مشترك أقول لك ترى هوايتي جمع السكاكين ما أفشل منها وعجبتني وجميلة مع العلم أن فيه وأنا هذا اللي يقول لكم يا الشيء اللي قلناه في بداية المقطع أنه أولى بهذا الهواية اليوم من لبسنا الرسمي أن نكون متحزمين بسكاكين وسيوف وخناجر ثم نجي نخجل والله معي سكين ارتبطت السكين بالمجرم لا يا حبيبي ارتبطت بالفخم معنى اللي بيأخذ السنيكس ويحطه في جيبه حطه جنب كارتير ورولكس بعد فلا تفشل من أحد خش في عينه واستمتع بهذا الهواية وعلمني وش الهواية اللي تبي نتكلم عنها المرة الجاية هل تبي نتكلم عن السبح هل تبي نتكلم عن الساعات أنا عندي تراد جو خاص في الساعات لأطلاحها ساعتي حاسية أو تبي نتكلم مثلا عن فنو القتال تراد الفكرة أنا لاعب ماي تاي وأعشق هذه اللعبة عشق عظيم ولا تبي نتكلم عن الدبابات مدري شفتم بعض المقاطع لابس هارلي يعني عندي هارلي كذا وانبسط أعلمني وش الهواية اللي تبي نتكلم عنها في الحلقة الجاية